تمسكة بدين ربها ومنهج أسلافها لا يضرها من خالفها ومن تخلف عنها قادتها وساقتها أئمة الهدى ومصابيح الدجا ممن حملوا على عواتقهم دعوة من ضل إلى الهدى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بهدي المصطفى أهل الضلال والعمى ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين قناديل دين الله يزعى بحملها رجال بهم يحيى حديث محمد صلى الله عليه وسلم وقد أجاد وأفاد الإمام الخطيب رحمة الله عليه في كتابه شرف أصحاب الحديث واصفا أهل السنة والجماعة عزب الله قال فقد جعل قال رحمة الله عليه قد جعل الله رب العالمين الطائفة المنصورة حمات الدين حمات الدين والعقيدة وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين فشأنهم أي عن أهل السنة شأنهم حفظ الآثار وقضع المفاوز والقفار وركوب البرار والبحار طربا للسنة واختباس ما شرع الرسول المصطفى لا يألون عنه إلى رأي ولا هوى قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرسوا سنته حفظا ونقلا بل هم المعنيون أصالة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فلله الحمد والمنى أن جعلنا من أهل السنة من أهل التوحيد والعقيدة صرنا سلفيين على عقيدة منهج أهل السنة لتمسكهم بحق الله جل وعز الذي دعا إليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد اختصر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكليمات وهو يردف معاز رضي الله عنه فقال يا معاز فقال لبيك وسعديك يا رسول الله قال يا معاز فقال لبيك وسعديك يا رسول الله قال يا معاز أو تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله فقال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعزب من لا يشرك به شيئا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدوه هذا هو حق الله جل وعز توحيده تبارك وتبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه في كتاب الإمام مسند في كتاب الإمام أحمد المسند رحمة الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعست بالساعة أو بعست بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له قيد كان متوحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الزلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم فهذا الحديث نص في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمرت بعست بالساعة بعست بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لأن المشركين كما ذكر الأخ جزاه الله خير كانوا يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت كانوا يوحدون الله جل وعز بأفعال ربوبيته ولم ينكروا شيئا من الربوبية قطن بل كان شركهم في العبادة لذلك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعست بالساعة بعست بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده بل إن المشركين أنفسهم كانوا يعبدون الله كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يوصلون إلى غير ذلك من العبادات ولكنهم يصرفون بعض العبادات لغير الله جل وعز لذلك قال يعبد وحده وفي هذا أبلغ رد على بعض الجماعات المنحرفة وعجماعة التبليغ أصحاب العفش البقج الذين يطوفون المساجد يسعمون أنهم يدعون إلى الإسلام بل ويقررون في دعوتهم أن جوهرة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام هو أن تقول أن الله خلقنا ورزقنا وأن الله خلق الجنة وأن الله فعل وأن الله أبو جهل نفسه ما أنكر هذه الدعوة أبو جهل الذي كفره الله جل وعز وقتله النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أن الله عز وجل خالق بل لم ينكر وجود الله أصلا فهؤلاء يزعمون أنهم يدعون ودعاة للسنة وهم في الأصل صوفية صوفية قبورية عصرية كما قال الإمام الألباني فتعرف دعوة هؤلاء دعوة باطلة لا أصل لها بل ليست من دعوة الرسل في شيء يدعون إلى أمر ما أنكره أبو جهل بل قد لم ينكره بعض المتصوف اليوم وهم في أصلهم يشركون حتى في العبادة والربوبية فهذه ينبغي معلومة تعرف بين الناس وتنشر دعوة الرسل ليست بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق أو أن الله هو المدبر تدعو الناس إلى هذا الأصل لماذا خلقك الله ولماذا رزقك الله لأمر هو عبادته وحده جل وعز ولذلك نجد أن الله جل وعز في القرآن الكريم في سورة البغرة يقول الله تبارك وتعالى إن ربكم الله أو قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس وعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لماذا نعبد الله تبارك وتعالى وعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشة والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا الخطاب موجه إلى هؤلاء القبرية متصوفة هالخالق مع الله الشيخ بتاكل بتدعوه وتستغيس به وتطوفه في قبره وتتمسح بترابه إلى غير ذلك مما يصرفه هؤلاء المجرمين يصرفونه لهؤلاء التواغيت يعبدونهم مع الله جل وعز بل بعضهم يعبدونهم من دون الله هل خلقوا مع الله شيئة؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون أنه لا خالق غيره ولا رب سواه ولا منزل للمطر غيره فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فينبغي على الناس أن يعرفوا هذه العقائد وينشرونها بين المسلمين لتصوبهم دعوة المسلمين دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كانت في عبادة الله جل وعز كل الرسل دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وهو حزب الله وهم المنصرون بإذن الله جل وعز فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا والمسلمين أجمعين لسلوك طريق سيد المرسلين إنه ليذلك والقادر علي وأفتح الفرصة للمتحدث من بعده يزاكم الله خير